مرحبا إنه مقطع من النشيد الوطني لجمهورية جامبيا وجامبيا أصغر دولة في البر الرئيسي لقارة أفريقيا مليونان سما تسعون بالمئة منهم مسلمون واقتصادها من الأسوأ في العالم هذا البلد الفقير حتى الموت هالته جرائم نظام دولة ميانمار ومنظماتها البوذية المتطرفة بحق أقلية الروهينجا من المسلمين جامبيا نابت عن عروشنا وكروشنا وضعت حجرا على بطنها وجرجرت حكومة ميانمار إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة الطائفية بحق مواطنيها المسلمين الكاذب هو الذي يختلق أقوالا غير صحيحة والكذوب هو كثير الكذب والكذاب في اللغة هو المبالغ في الكذب والأكاذيب وفق صحيفة الأوبزيرفر هو ما تفوهت به حاكمة ميانمار المستشارة أونغسان سوتشي في دفاعها أمام محكمة لاهاي عن نظامها وتنظيماتها الطائفية للأسف قدمت جامبيا إلى المحكمة صورة غير كاملة ومضللة عن الوضع في ولاية راخين في ميانمار بتأكيد في هذه ظروف لا يمكن أن تكون النية بالإبادة هي الفرضية الوحيدة جنرال سوتشي أنتم متهمون بالإبادة الطائفية عند الأمم المتحدة وليس عند المفتح السون منذ آب أغسطس 2017 لجأ نحو 740 ألفا من الروهينغا إلى بينجلديش هربا من انتهاكات الجيش البورمي ومجموعات مسلحة بوذية صنفها محققون في الأمم المتحدة بالإبادة